الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه حيا الله متابعين الكرام مشاهدي برنامج قواعد القرآن الكريم المتفكر والمتأمل في سورة يوسف يجد أن نبي الله يوسف عليه السلام قد حافظ على التوحيد من مبتدأ هذه السورة إلى منتهاها وأنه كان في السجن داعيا ومعلما وموحدا عليه الصلاة والسلام فلا ينفك التوحيد عن حياته وهذه رسالة لنا أن يكون التوحيد في حياتك في المقام الأول فاعلم أنه لا إله إلا الله العلم يورث الخشية والخشية تورث العمل والعمل بإذن الله سيورث الجنة وهذا ما تحقق في سورة يوسف اليوم نتأمل في التوحيد فيها مع فضيلة شيخ الدكتور فالح محمد العجمي المستشار في القيادة اليوسفية فكونوا معنا حياكم الله متابعين الكرام وحيا الله الدكتور فالح محمد العجمي معنا حياك هزاك يا هلو الله دكتور حلقاتنا نحن تقريبا يمكن مسوين عن التوحيد ثلث البرنامج ما شاء الله وهذا الأمر مو يستحق إلا هذا أصل الدين صحيح لم نكن مدافعين عن التوحيد وعن جنابه وعن عظمة رب العالمين سبحانه وتعالى وهذا نستشفه ونستقيه من سورة يوسف كيف كان نبي الله عليه السلام وآباء سبحان الله ربوا على مثل هذا حتى عظم التوحيد في قلوبهم حتى صار جدهم الأعظم إبراهيم عليه السلام أمة وإمام الموحدين لوحده فاليوم أنا أتوقع يمكن أن يكون لنا حلقات مو حلقة ولكن العرب تقول يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق نضي إضاءات سريعة نعم صحيح مدر قصة يوسف كلها يتوحيد الله تبارك وتعالى المتبصر فيها يجد هذا الأمر لكن أعظم موقف حصل وهو في السجن في أشد حاجة الإنسان عندما دخل مع يوسف فتيان فقصوا عليه القصة أحدهما قال أحدهما إني أراني أصر خمر وقال الآخر أني أراني أحمل وفوق رأسي خبزا تأكل الطير وننبئنا بتأويله إننا نراك من المحسنين يعني نراك من الناس فعلى طول استفتحهم يوسف قال ما أأتكما طعاما ترزقاني إلا نبأتكما به قبل أن يأكل إلى آخر الآيات بعدين يوسف عليه السلام ضرب معتقداتهم الباطلة وأعلن عن معتقده الوحيد وهو عندما قال يوسف عليه السلام يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان الآن يوسف ضرب معتقداتهم وضرب قدواتهم وهما أباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله أكبر يوسف عليه السلام قبل أن يخبرهم عن هذا الأمر أخبرهم بتوحيد الله عز وجل لماذا لماذا هذا التوقيت يا يوسف هم مفاضين أن يسمعون الآن وتفسر حلمهم الحين فسر بعدين يوسف أدرك من خلال الرؤية التي أعرضها الفتيان أن أحدهما سيموت ويريده أن يموت على توحيد الله فمهد بهذا التمهيد مهد بهذا التمهيد وقال لهم التوحيد الله هو التوحيد العظيم بيّلهم كذلك من هم قدواته تبعت ملة أباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس قاعد يبيّلهم من هم قدواته ومن يعبدون يعبدون الله عز وجل هذا الأمر العظيم يوسف يعني اشتبي الرسالة التي توصلها أبي أوصل أن هذا قبل أن يموت أن يوحد الله حتى يموت على الإسلام وهو الاستسلام لله والانقياد له بالعبودية كان هذا الهدف من هذه المقدمة ثم عرض عليهم يعني التعبير أما أحدكما فيسقي رباه وخمرة وأما الآخر فيصلب وتأكل الطير من الرأس قضي الأمر الذي فيه تستفتياه يعني خلاها مختصرة مختصرة لكن الشرح العظيم لأن هذا الشخص سيموت أريده أن يموت على توحيد الله تبارك وتعالى فكان أعلى وأعظم قيمة ومقام أعلا عنه يوسف وتوحيد الله تبارك وتعالى يعني تلازم عجيب تبارك الله وفعلا سرد مبارك نسأل الله عز وجل أن يحيينوا على التوحيد ومتنع التوحيد باصل ونرجع لكم إن شاء الله حياكم الله متابعين الكرام مرة أخرى رحلة توحيدية مع هذه السورة العظيمة وغفات مباركة كما بيان دكتور فالح الله يحفظك الآن يمكن البعض يقول يوسف كان في جانب ضعف فإذلك تتطرق للتوحيد والذي نرى أن الناس تتطرق للتوحيد إذا كانوا ضعفاء فيسلمون يعني كما أسلم بعض الفقراء عشان التوحيد وكذلك فقراء لما تمكن يوسف من الولاية والإمارة هل ظل ملازمة للتوحيد هل ظل ذلك هاجسا له استمر بالدعوة إلى الله عز وجل على مثل ما كان عليه عندما كان بالسجن يوسف عليه السلام مثل ما أخبره يعقوب عليه السلام بطريقه بالخارطة التي بدأها بأن القدوات حاضرين أمامه وأن الله عز وجل عظيم في قلبه لذلك يوسف عليه السلام عندما خرج من السجن بالطريقة التي أرادها الله من خلال تأويل رؤية الملك ما زال على توحيد الله تبارك وتعالى بل أنه يدعو إلى الإسلام وهو الاستسلام لله تبارك وتعالى يعني هو توحيد الله تبارك وتعالى من خلال دعوته والملك عندما يعني عطل دعنا نقول الخيط والمخيط يوسف عليه السلام يسلمه الإمارة نعم عندما قال له جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم من قوة ثقة هذا الملك بما يحمله يوسف من قيم وأخلاق ومهارات وإمكانيات سلمه خزائن مصر كلها كل المناصب تحت يوسف بل ذهب أبعد من ذلك وهذا الأمر يعني ثقة هذا الملك في يوسف عليه السلام وما يحمل من قيم وقلنا أعلقي مكانة يا توحيد الله أنها عزل العزيز الأول وهو من أقاربه وجعل مكانه إنسان يحمل قيم عظيمة وإن كان غريبا من هذه الدار يعني يوسف عليه السلام أعتى من فلسطين من أرض كرعان وكانت الحادثة في مصر لم يلتفت ملك مصر ومنه فين بعيد عنه ليس من قبيلة لكنه كان هاجس في باله أن مصر ستهلك مع المدن التي ستتهلك من المجاعة القادمة فوثقة ثقة تامة بيوسف عليه السلام ولذلك ذكرنا القيم التي كان يحمله يوسف كانت يعني أعجب فيها ذاك الملك وكان أعظمها توحيد الله شكرا الله أكبر رسالة نأخذها من نبي الله يوسف عليه السلام لأبنائنا وبناتنا من أبناء الجيل الموجود الآن مع ما يعانونه من موجات قادمة ستضرب القيم والأخلاق والسلوكيات والعادات والتقاليد وستنتقم من التوحيد والمثلية الجنسية ورفض الإلحاد وغير من هالأمور كيف يواجه المسلم اليوم القوة الإيمانية مع الموجة السيئة التي سوف تضرب هذه القيم بالنظر في صورة يوسف يوسف عليه السلام لم يكتفي بأنها يحمل قيم شرعية وسكت يوسف عليه السلام لما أخبر الله حزوجي قال مكنه ولما بنغ أشده أتيناه حكما وعلمه هذا التمكين الله حزوجي قال في الآية قبلها قال وكذلك مكننا ليوسف في الأرض التمكين في الأرض لما دخل القصر ما زال داخل القصر ما هو التمكين ذكرنا في البدايات أنه تعلم المهارات والفنو في القيادة والإدارة والسياسة والعسكرة والأمن والأمور المجتمعية والأمور التمينة وغيرها كل هذه الجوانب تعلمها من وجوده في هذا القصر لأنه كان يحتك في القادة هذه اللي تعلمها مع ما يحمل من قاعدة إيمانية شرعية صلبة تثبته هذه كلها اكتملت فواجهة فيها كل الشهوات واجهة فيها كل المغريات يوسف عليه السلام لم يواجه بس المغريات أو خلنا نقول المكافآت التي سيتولاها لا بل هدد بالسجن فإن لم يفعل معمور لو يسجنن ويكونن من الصاغرين فآثر السجن قال ربي السجن وأحبه إليه لذلك المؤمن الذي يري أن يتصدى لمثل هذه الحملات يجب أن يحمل الجانب الثاني من الأمور الشرعية الإيمانية القيمية هذه أرض صلبة تقف عليها وحتى تواجه هذه الحملات يجب أن تحمل القيم الإدارية والقيادية والمجتمعية والسياسية والاقتصادية التي تستطيع أن تتحرك فيها في هذه الحياة ختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحينا على التوحيد وأن يميتنا على التوحيد وأن يبعثنا على هذه الكلمة المباركة لا إله إلا الله محمدا رسول الله وأن نكون كما كان أولياؤه وأنبياؤه الصالحون عليهم الصلاة والسلام متمسكين فيها في أشد القيم وفي أعلى المقامات لا يتنازلون عنها أبدا والشكر موصول للدكتور فالح العجمي على وجوده معانا الليلة شوفكم على خير وفي أمان الله